عزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العطار مع الدكتور سالم العوضي الباحث في الأعشاب الطبية مرحبا بك دكتور مرحبا بحضرتك وطبعا إحنا عارفين أن مشاكل عمودة الفقري من أكثر المشاكل شيوعا عند معظم مصريين والحقيقة أن مشاكل عمودة الفقري لها انتشر بصورة كبيرة جدا جدا بالنسبة أكثر من 60% ما بين جموع الناس والنهاردة إحنا هنسمع من الدكتور سالم العوضي عن أحدث طرق علاج العمودة الفقري بالأعشاب الطبية بالإضافة أن إحنا كمان هنتكلم عن التغذية العلاجية لمرضى العمودة الفقري أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور سالم أهلا بحضرتك دكتور أهداب أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور أهلا بحضرتك دكتور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور أهلا بحضرتك دكتور أهلا بحضرتك 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 اللي هو العمود الفقر بتاعه رأسي قائم مرصوص في بعضه الأعلى عشان ربنا سبحانه وتعالى بقول وخلقنا الإنسان فيه أحسن تقويم جاي من الإقامة فالإقامة بتاع الجسم الإنسان دي مخليها الفقرات محملة على بعضها فطبعا أي خبطة أو أي حركة مش كويسة تبص تلاقي حصل ألام في العمود الفقر مفيش حد على وجه الأرض اللي مشتكى فيهم من الأيام من العمود الفقر سواء كان صغير أو كبير أو كلام منه والناس اللي بتشكوا من العمود الفقر دي إما أن هما يكونوا ببزلوا مجهود جبار فبعملوا حركات خطئة أثناء الشغل فبعدين يتعبوا يكون شاجيان ويعمل حركة غلط فيتعب ودي قلائل يعني الموضوع ده بحصل بقلة لدى الناس اللي هما إيه بيشتغلوا وبيشجوا في الحياة يعني هو شاجيان أما الناس المطرفة جدا جدا هي أكثر الناس اللي بتتعب من الجهاز الحركي لأن الجهاز العظم لأن الهيكل العظم ده ربنا صحنا تعالى خلقه عشان يتحمل الشدائب وعشان خطف حصل له ليونة رهيبة جدا ما فيش أي مبدع في الدنيا دي كلها ولا في العالم يستطيع أن يخلق هيكل عظمي زي ما عند الإنسان بالظبط بنعمل بيه أكروبات وحركات ونيجير ونتحرك ونيجيع في الأرض وكلام من ده ومع ذلك هو بيحتفظ داخله بالإيه بالنخاء الشوكي النخاء الشوكي ده ربنا صحنا تعالى حطه حباه بالهيكل العظمي ده أكتر مكان سري اللي هو بينجل الوصالات باجة العصبية في جسم الإنسان كله من المخ للجسم عشان المخ يدير الجسم إيه أفضل الأعشاب الطبية اللي تستخدم في علاج العمود أو ألام على العمود الفقري طيب بس أنا الأول بس ماهد للناس العمود الفقري دوت أنا دراكتي العمود الفقري دوت أصلا مفروض أن أنا حافظ عليه أكتر حيات حافظ على العمود الفقري إيه الحركة والنشاط والحيوي رقم واحد الحركة والنشاط والحيوي طولة ماني الناس الكسالة اللي عنده خمول وكسل هو أكتر واحد بتاع واحد طولة النهار نايم مثلا والدته تقول له حات الأنبوب ويجي شي الأنبوبة اللي عمود الفقر ترجع عنده وتاب بسبب أنه هو أصلاً جسمه خامل الهيكل الأزمة عنده في برودة مستمرة أو طولة النهار جاعت في تكيف طولة النهار جاعت في الضلة ما بيتعرضش للشمس يبقى أصلاً الناس اللي هي بتتعرض للشمس جسمها بياخد فيتما من دال فتلاكي العمود الفقري عنده كوي جداً وممتاز ده اللي أنا لسه عاوز أقول لحضرتك أنه عندنا في مجالة تغذية للجاية المفروض أنه المصدر الأول للعضم أو لتكوين العضم هو فيتامين دال وفيتامين دال ده هو إحنا بنقول عليه أنه هو بيدخل في ألفين وظيفة جوا الجسم أهم ما بيسموه البريهرمون البريهرمون يعني هو المسؤول عن إنتاج معظم الهرمونات فيتامين دال هو أهم زي محضرتك قلت أهم طرق الحصول عليه هو أشعة الشمس لأن أشعة الشمس هي بتحول لنا الكوليسترول اللي موجود في الأكل لفيتامين دال وبيستفيد منه طبعاً الجسم فاضل ديكتش إحنا بقى النهاردة إن شاء الله مش أنا هتكلم بس أنا حضرتك عايزيني استفاد من حضرتك يعني مفروضاً إلي استضيفك فأنت هتكلم شوي وحضرك شوي أكيد ليه أشعة الشمس أصلاً بتدينا فيتامين دال؟ بتتخش أشعة الشمس أصلاً إحنا جسمنا بيمتص فيتامين دال إزاي من أشعة الشمس أشعة الشمس دي بتختارك أول حال جلد تمام وبعدها تختارك الخلايا تمام وبعدها تختارك الدقي النئية وبعدين تغير في الجنوم وتكسبه الفيتامين دال عن طريق التأثير يعني عشاء الشمس بتمشي مدة طويلة في جسم الإنسان غير ما توصل لعمق الخلايا فالخلايا أول ما تستفاد من الفيتامين دال تبتدي تغزي العمود الفقري وتغزي الجسم فلازم نتعرض ضيماً لعشاء الشمس اللي هي في الصباح الباكر أول مع أول سطوع الشمس أو عند الغروب لازم جسمنا ياخد من الفيتامين دال قبل الساعة عشر الصباح وبعد العصر وبعد العصر ده عشان خاطر الدرجة الحررة بتبقى امتازة وغنية بالفيتامين دال طبعا إحنا بعد الوقتي عايزين نخلي الجسم العمود الفقري ده قوي جداً ونحافظ عليه النشيط وبتحرك يعني فيه مثلا الراجل يكون جاهد ومراته هي اللي بتخدمه تلاقي هو الأمرات كلها مساكته ومراته اللي طوله النهار عمالة تيجي على نفسات وغير تحفظات لها حلوة صحيتها حلوة ونشيطة وهي ممكن تكون نشيطة غزباً عنها لأنه هو بكشي فاوي جميع ما لي كذا سوي كذا سوي كذا جميع ريد ربنا هي اللي لديناها صحيتها حلوة هو يعيه والأمراض تمسكه عشان طول النهار جاعد ما بتحركش لأنه أي حد ما بيستخدمش أي جزء بأجزاء يسمو بيعطل نهيك بقى أن الشعوب اللي هي نشيطة وقوية يعني بتتحرك كثير عمره ما بيصابه بالعمود الفقر ومشاكل العمود الفقر دي في الزمن السبق ما خدش موجودة خالص هي من الأمراض الحديثة اللي ظهرت مع ركوب المواصلات والراحة والرفاهية وكذا سيدنا محمد بيقول استخشنوا فإن النعمة لا تدوب فإحنا أصلا الحركة والنشاط والسعي وربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم خلقه للعمارة أي للحركة والنشاط فاللي جاعد وكسلان هيمرض وإنما اللي بتحرك ونشيط ربنا هيديله الصحة ويوفقه لطولة معايش ربنا هيديله الصحة افرد بجأة أصابتنا أمراض في أمراض بسطة خالص بتيجي في الأمود الفقرة أصل البرد فنعمل إيه بجأة حضرتك العلاج بجأة نعمل إيه يكون أي بيت لازم يكون عنده مثلا زيت خردل وزيت كفور وزيت نعناع ثلاث زيت ما فيش فهم هوا بس طبعا في ناس بتبعي الزيت دي مخشوشة فنجيب الزيت النعناع الأصلي والكفور الأصلي والخرد الأصلي يكونوا حتياتها عندنا في البيت أي ألم في الرجبة ندهن هتلاها فك الألم على طوق لأنه بيسخن وبيجلل الألم اللي موجود في الفقرة بدون ما أخذ مسكنات ولا أي حاجة مساج وتدليق بالزيود دي بتفكل إيه الألم اللي موجود في الرجبة أو في العمود الفقري أو مثلا في الفقرات القطانية أو في أي مكان في الجسم لو أني بحكت الألم كده خلاص إحنا الحمد لله خفين بغينا كويسين مع الراحة طب أنا ما سبت نفسي يهم الألم يتزايد يوترني ويعمل ليه إجهاد وألم والعملية تتراكم ونفسي تتعب فبعدا لما كنا متعبالين 5% بغينا تعبالين كام 20% بغينا بغينا ده بيكون نتيجة الإيه لأن أي ستريس تعصبي بيزود هورمون الكورتزول هورمون الكورتزول لما بيزيد بيقلل امتصاص في فيتامين ديل ده من ناحية تغذوية والغيمية فلما بيقلل فيتامين ديل ما بيتمش امتصاص الكالسيوم فده كله بيستبدل لنا ألام العظام والفقر طيب ناكل إيه بقى علشان أسألك أنا بقى شوية ناكل إيه بقى علشان نقوي الهايكة العظمة أولاً فيتامين ديل هو بقت نقص ومشكلة كبيرة جداً جداً وموجودة عند معظم المصريين وحالياً دلوقتي كل حد بيبقى بيتعب شوية الناس لما تنطق يعني أول ما بتبدأ تحس بالخمول بعدم الحركة ألام في الظهر ألام أثناء المشي فعلى طول لازم يعملوا تحليل فيتامين ديل أول ما بنحل فيتامين ديل ونلاقيه أقل من خمسين إحنا عندنا مشكلة فيه ناس بتبقى تسعة وفيه ناس بتبقى عشرين وفيه ناس بتبقى خمسة وعشرين هو أقل من خمسين من خمسين لتسعين سيف كويس جداً جداً ما فيهوش مشكلة طيب نعمل إيه؟ إحنا قلنا أول حاجة هنتعرض لأشعة الشمس يومياً مش أقل على الأقل تلت ساعة تدينا احتياجاتنا كاملة من فيتامين ديل أهم حاجة عرض وشي وإيدي لأشعة الشمس طبعاً المنتجات الغنية جداً جداً زي الأسماك بكل أنواعها وخاصة لأسماك الدهنية زي الماكريل، التونة، السردين دي بتدينا تقريباً تسعين والسلمون طبعاً دي بتدينا تسعين في المية من احتياجاتنا من فيتامين ديل إحنا قلنا أهمية فيتامين ديل إنه هو يعتبر فيه هلمون ويعتبر إنه هو مهم جداً جداً في منصاص الكالسيوم لو مش موجود فيتامين ديل مش هيتم منصاص الكالسيوم طب الكالسيوم أنا محتاجة في إيه أصلاً الكالسيوم هو اللي بيبنيلي الجزء العظمي في العمود الفقري والهيكل العظمي فلازم يبقى عندي كمية الكالسيوم عندي تكون موجودة ولازم يكون عندي كمية كافية كمان من فيتامين سي لإن فيتامين سي بيدخل فيه امتصاص وتكوين الكولاجين الكولاجين دا اللي بيدخلي فيه بناء الأنسجة الضمة هو بروتين بيدخل في بناء الأنسجة الضمة للهيكل العظمي بيدخل في بناء العظام والغضريف والأربطة فطبعاً أي إحساس بأي مشاكل في العظم أو الغضريف ده بيكون نتيجة نقطة في الكولاجين فلازم أن أنا أقوي نسبة الكولاجين عندي عن طريق أن أنا بيكون الأغذية الحيوانية بالإضافة كمان أننا زي إيه الأغذية؟ الأغذية الحيوانية أي بروتينات حيوانية أي بروتينات البيض الكبدة السمك اللحوم تمام البقليات بصفة عامة قويسة جداً جداً بس طبعاً إحنا بنفضل البروتين الحيواني اللي بيساعد على امتصاص الكولاجين كمان أكتر هو فيتامين سيد فيتامين سيد ده بيسموه ده داخل معنا في كل حاجة من الحاجات المهمة جداً للجمال وللبشرة بالإضافة كمان لمن أهم العناصر الغذائية والمعادن اللي احنا عايزينها غنصر الكابريت غنصر الكابريت ده بيسموه بيوتي ميتال أو معدن الجمال ده اللي بيساعد على تكوين العظام بشكل كبير جداً جداً فده محتاجه بصورة كبيرة ما شاء الله منتزه بك اتفضل يا زبت في بلاي سبحان الله خاصية بيسموها خاصية التشافي من تلقاء نفسه ربنا سبحانه وتعالى وضع في العقل برمجة ربانية للإنسان يعني لما بيحصل أي مشاكل في العمود الفقري وأنا أصلاً بس أهتم بنفسي راحة مع دهاني اللي أنا بقول لحضرتك عليه يحصل حاجة اسمها إيه؟ التشافي للعمود الفقري من تلقاء نفسه يعني هو بعالج نفسه أوتوماتيكياً من غير ما ناخد مسكنات خالص المسكنات بتم القرحة في المعد بعدين في نفس الوقت بتدي إحساس للإنسان إنه هو مش حاسب الآلم ولكن العمود الفقري العمالي يحصل تآكل حضرتك عن بقى المسكنات هل إحنا لو خدنا مسكنات مع ألام العمود الفقري المفروض إن إحنا ناخد أعشاب معينة بتقلنا أضرار المسكنات دي لأ ما فيش أعشاب بتجلل أثر المسكنات لكن هي في حاسمة منقي للجسم كله من أثر كل الحاجات الغلطة اللي موجودة في جسم الإنسان عشاب بنشربة تنقي الجسم لكن المسكنات لما بتتاخد هي أصلاً بتلعب على حتة الإحساس والآلم اللي موجود بتسكن الآلم اللي موجود في جسم الإنسان ولكن الضغط هو هو وتأكل الغضري في شغال هو هو فأنا لأي حد هيخذ مسكنات العمود الفقري هيلاجي بعد فترة العمود الفقري يقول مفاصل وآلم الرجبة زادت مش جلت لأن أنا وبابا هي موجودة عندي بسانة مش حاسس بي هي مسكنا للألم مجرد بدناها مسكنا الطريقة بتاعت العلاج دي خاطئة جداً المفروض أن احنا أصلاً يحصل تطور أن احنا ناكد حاجات تعالج ولكن لا تسكن عايزين نعالج المشكلة دي فأيه لعشاب اللي احنا ممكن نشربها طبعاً مشهور جداً كل الناس دلوقت أنا تعرف أن حب الرشاد في مادة جلتانية لما بتنزل في جسم الإنسان بتساعد المادة السائلة اللي موجودة بين الفقرات وبعضها البعض أو في المفاصل أو في نفس الفقر فتعمل ليونة لو فيه عمود الفقر فيه تيبس الحب الرشاد بيفكه طيب معنا اتصل تليفون يا دكتور سيلم بعد إذن حضرتك تفضل تفضل أهلاً وسهلاً أيها أستاذ سيلم أهلاً وسهلاً أستاذ سنيع أهلاً وسهلاً بحضرتك فن أهلاً وسهلاً بحضرتك فن بنورتينا تفضل أشكرت أشكرت شكراً جاريلاً دكتور سيلم العواضي ما حضرتك فادي الكبريت عنصر الكبريت طبعاً عنصر الكبريت أشكرت شكراً أشكرت شكراً أسمع مسكتبه أتفضل تحت امر حضرتك نورتين اي فندق اولا عنصر الكابريت هو طبعا من المعادن الموجودة في جسم الانسان والمفروض ان انا بحافظ على نسبته ثبتة في جسمي وهو اهم الاغذية اللي بتبقى موجودة بعنصر او تبقى غنية بعنصر الكابريت اي حاجة ريحتها قوية زي حضرتك البصل التوم الكروم الارنبيت السفار البيت كل ده كل دي اغذية بعنصر غنية جدا جدا بعنصر الكابريت راس الفجل الفجل فيه ناس كتير جدا جدا بيهتموا بالفجل بالاوراق الخضرة بتاعته احنا قلنا الخضروات بصفة عامة مهمة جدا جدا لسلامة العمود الفقري لانها بتبقى محتوية على الماغنيسيوم والماغنيسيوم في الحقيقة دكتور جي سيل المهم جدا جدا لانه هو بيعمل على ارتخاء العضلات احنا لما بتحصل الام في العمود الفقري بيبقى عندنا العضلات متشنجة شوية فالماغنيسيوم عنصر الماغنيسيوم بيساعد على ارتخاء العضلات بيفك العضلة شوية اما الكابريت هو الكابريت من الحاجات المهمة جدا جدا بالنسبة للعظام وبيبقى طبعا موجود في الاغذية اللي انا قلت الحقيقة عليها وموجود برضو في العدس والحمص بزبط كده اه في نسبة كابريت بس تكلفة في عدس اي اي بروتينات ناس اللي تكل عدس كتير يا باختها والناس واحد شاعد بيرضي يأكل عدس الايام معانا المفروض ان احنا نرجع ناكل عدس تاني وحمص هو احنا لو رجعنا احنا دكتور سيلم لو رجعنا لأكلاتنا الطبيعية بتاع الزمان واكلنا البسيط الغير معقد اللي ما بيحتويش على النسبة عالية من الدهون احنا حياتنا هتختلف خالص بس المشكلة ان ارتفاع المستوى المعيشي الايام دي عند بعض الناس واللجوء للوجبات السريعة ده ما بيخلناش ناس تفيد بصورة كاملة بالاكل ده انا اخذ نفسك البصارة فبقول ما انا عايز لازم اكل البصارة فهو راح يشتروا بصارة جال فو في حد عد باكل البصار ناس عد بتستعين بتاكل البصار معان البصار ده اصلا مفروض جدا طيب معانا اتصل تليفوني طيب من فضل حضرتك يفنم حاول تتصل بنا تاني اه اتفضل اه بص حضرتك الموضوع العدس والحمص دول ان شاء الله هو امتزين جدا انما فيه عشبة اللي هو بذر الكتان بذر الكتان ده لما نغلي ونشربه يجلل نسبة الكوليسترول والدونس اللي سيساعد على التخسيس وفي نفس الوقت بيعمل برضو ايضا مادة جلتانية بذر الكتان بذر الكتان مع حب الرشاد فيه بذر تاني برضو ممتاز خد بالك البذر دي سبحان الله كلها تخسس والزود المادة اللازجة اللي حضرتك قلتها طب يتاخد قلنا بيتغلي دكتور شتالة ممكن اجيب حب الرشاد وبذر كتان واجيب معهم بذر رجلة رش بذر رجلة اللي هو بيعمل مادة جلتانية ده ده برضو اغلي مع التلاتة دول مع بعض ده هيل في الكولاجين طبعا جدا ممتازة حلو للبشرة وحلو في نفس الوقت ان هو الفك اليوبوسة اللي موجودها في الفكارات وبعدها البعض في نفس الوقت لما اشربها اتزود السائل اللازج في المفاصل او في العمود الفقري تمام هيل دكتور شتالة فيه بقى حاجة ثانية مهمة جدا استخدم له موضوع مساج وتدليق باستمرار كل ده اصلا بيهدد توطر الكائن في العمود الفقري وبيخلي الواصلات اللي هي بواصلة لان الدماغ بتبعت اشارات و اوامر للجسم وفي نفس الوقت فيه مردود رسائل عائدة مرة تانية بيستجبلها المخ المخ طبعا بيجي له الرسائل اللي فيها ايه المشاعر مشاعر الحب مشاعر الالم كل المشاعر بتوصل المشاعر دي اصلا لما بيكون فيه الام ما بتوصل الالم يوصل وتلاقي الانسان حالته النفسية سيئة جدا للغاية فلازم يعمل هي لازم يعمل حاجة المساج والتدليق دوة بيطلق التوتر والقلق اللي موجود طيب في دقيقة واحدة يا دكتور سيلم حضرتك هتنصح جمهور الناس باهم حاجات يقدروا يعملوها علشان الوقاية من امراض العمود الفقري اهم حاجة لو اي حد باجا موجود عنده علم وكلام من ده يستعين مثلا بالزيوت اللي انا قلت لحضرتك عليها واملا بها مساج وتدليق صباحا ومسان هي زيت الخردل وزيت الكفور وزيت بكمية متساوية اعمل بهم مساج وتدليق صباحا ومسان كل يوم هتلاقي العمود الفقري فك وبقى كويس كويس جدا جدا احنا نكمل تاني العمود الفقري انه موضوع كبير وعايزين نتكلم فيه اكتر يعني اه طبعا انا بشكر حضرتك جدا 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 وانا سعيدة جدا جدا بقودي مع حضرتك النهاردة احنا استفدنا منك بكتور سيلم وان شاء الله تكون الحلقة كانت مفيدة ان شاء الله وان شاء الله باذن الله ربنا يعني يجيب الصحة والعافية للجميع ان شاء الله باذن الله وشكرا جزيلا والى لقاء اخر ان شاء الله محمد الله